رواما إليك اليوم مبروك يعني عم نشاركك تصوير الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد خابرينا شو محضرة لجمهورك؟ محضرت لهم غيرك ماليش أغنية مصرية رومانسية جدا كنت حاطة في بالي أنه أنا تطلع الأغنية في الشتاء بمعنها غنية سلو حزينة شوية لكن أول شي الجمهور سمعني أغنيها دندنها في الستوديو جرني الجمهور وقعاتيني مسجات يوميا عن الأغنية فأي هاف تو ريليسة تسون شغلة ثانية الفكرة لغيرك ماليش هو أن أنا أسلط الضوء على مش بس الدراما والخيانة والعلاقات العاطفية أسلط الضوء بطريقة غير مباشرة على المهاجرين الضحايا اللي قاعد يروحون بحوادث السفن الإعلام خلينا نقول عنده معايير مزدوجة اليوم خمسة ملياردرية طلعوا بالغواصة وغرقوا العالم كله قاعد على ريل واحدة العالم كله تعاطف وجن والإعلام يعني يتسوى حملات إعلامية يعني مهولة في نفس الوقت غرقوا سفينة وطبعا كل رواية تختلف عن الثانية لكن الأغلب يقول أنه أسلط اليونانية هذه مو أول حادثة تسير وأنه هم عمدا ما ينقذون البوت أو يسحبون البوت بالحبل ويودونها على مياه قليم آخر عشان ما يكونوا المسؤولين تجاه هذا البوت وهذا اللي صار به القضية 13 ساعة البوت ما تحرك هذا ما يعني في مشكلة؟ كان عندهم 13 ساعة أنهم ينقذون البوت اختاروا ما ينقذون البوت أنا أتفهم أنتوا عدم حبكم للمهاجرين اللي يدخلون طريقة غير قانونية ولكن أنتوا مسؤولين تجاه الأفراد اللي في إقليمكم أو في مياهكم تعالوا اخذوهم وحاسبوهم صح ولا لا فالضحايا المساكين يراحوا من السوريين والباكستانيين والليبيين والمصريين يكسرون الخاطر فحبيت أنه أنا صلت الضوء على هذا الموضوع بطريقة فنية جميلة ومن خلال الموسيقى اللي هي لغة عالمية لو نعرض عليك تنزلي تعمل اكتشاف لغرق التايتانيك أو غير أمور تحت الماي هل ما قولت قبله؟ لا أول شي أنا خاف من الماي أنا حتى سباحة بالبحر ما أسبح أنا تحطيني عند الشور أوكي يوصل للماي لينهني فمش من أصدقاء البحر صراحة والبحر والمحيط خاصة بعد موضوع الغواصة لما عرفت أنا عمق البحر شو ما يدخل الضوء وشلون في أشياء حتى كائنات معايشة هناك لأنه ما ينعاش فيها خلي نرجع لموضوع أغنيتك غيرك مليش شو يلي جذب روان بهيدا العمل غير موضوع المهاجرين صلت الضوء؟ أنا أكيد في شي جذبك معي هل هو نختار الغنية قصدتش؟ هل طبعا واحد تختار الغنية بعدين يقرر شنو ستوري بورد الموزيك فيديو لحن حلو كلمات حلو توصل للقلب؟ هل في شي معاناة بكلمات شخصية؟ توعد جمهورك رح نشوف روان عم تحيي حفلات بأنه صارت فنينة وصار عندها أكتر من عمل؟ نكست قول بالنسبة لي هو إن شاء الله حفلات غنائية يا رب هذا يعني ماي نكست قول أي بلد بتختار اللي يكون أول حفل فيه بتلتقي جمهورك؟ أختار الكويت ممكن أو الإمارات يمكن لأن أنا عاش في الإمارات وأنا كويتية يعني يمكن الواحد يحن لبلد أكثر صح أو لا؟ هل بتحب توقفي لجانب فنان معي؟ أحب كل الفنانين ولكن أنا دايما حتى في مسيرتي دايما أحب أسوي أشياء بروحي عشان ما حد يقول يعني أحد فادني أو سوالي أو حطي فهمت؟ اليوم بتحسي رح تكون رواني شبك تزاكر وتكون سولد أوت بأول حفلة بتعملها؟ يا رب ليش لا؟ دايما من وقوف عن المسرح بخوف هل بلشت تحضر حالك نفسيا له الأمر؟ هذا من ضمن تحضيرات القول تابعي أنا كل شي بحياتي أحب أحضرها وأدرسها أنا شخص كنت شاطرة وايد في المدرسة فأحب دايما أدرس الشيء فيس نحن أحضر مع فرقة مع فوكل كوتش عشان لما أطلع على الستيج تكون خطوة مدروسة ومجهزة بس روان تعرفي دايما بس واحد يفوت على مجال جديد بيتعرض لهجوم أولا بيكون فيك أكاونتس اليوم كيف رح تحمي حالك؟ ما أقرأ كومنتس يعني أنا ميني صراحة هجوم وأشياء سلبية على حسابي وصلت مرحلة اللي خلاص يعني أعرف جمهوري وأعرف يعني أعرف قيمتي في المجال اللي أنا في فهم شو بتوعدي جمهورك اليوم؟ أوعدهم بعمل جبار أوعدهم دايما أنه أنا تكون أعمالي الفنية كلها فيها رسائل جميلة ورسائل توعية حلوة وأوعدهم بالأفضل دايما إن شاء الله يا رب شكرا لك فادي اليوم شايفين روان بن حسين قداش محمسة للفيديو كليب وعم بتقول أنه في بصمة يميزة لفادي حداد خلينا نخبر اليوم الجمهور أكتر كيف شو موريا اللي حرست تتحط بهذا العمل؟ عمل كتير حلو إنساني الفكرة كانت ما هيصر لها وقت وسمعت غنيت روان وقلت لها عندي فكرة عليها كانت تعطيتني غنية سريعة وغنية بطيئة وطار عقلة فيها وأنا استفت منها بتعرف تمثل حلوة قبلت هيك فكرة نوع من فكرة فيها إيموشنز يعني بتاعب نفسيا كمان بس لازم نعملها يعني اليوم عم نشوف في عدد إن الأولاد عم نحط لهم ميك آف كمان وكبار رح يمسلوا كأنه غرقوا بالقارب اليوم هيدا الأمر قالت لك؟ قالت لك الفكرة؟ لا أسمعنا بالكواليس آه فيها فيها يعني قدية عم بيصير في حوادث منها أنه ما حدا عم بدوي على الموضوع عرفته عم دوي هيدا الموضوع موضوع إنساني موضوع موضوع لا بيصير هيك إحساس الشخص برافو عروان إنه قبلت تفوت بهاك شغلة كتير حلوة ودراما وهاي بتعيش لمدال عمر رسالة عالمية أنا برأيه ومشروع عالمي وإن شاء الله ناس تحب وعم دوي على شغلة إنه لازم حدا يدوي عليها شكرا لك مرسي لك شكرا لك